الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الدرس الجديد والذي يتعلقنا طبعا ب مكون الجغرافية القسم السادس ابتدائي المرجع والجديد في الاجتماعية إذن نشر على بركة الله موقع وطني ضمن النطاقات المناخية العالمية الكبرى نعم الهدف أتعرف النطاقات المناخية الكبرى وموقع المغرب طبعا ضمنها وأبين تنوع مناخه وما يفسره نعم أمهد لتعلمي يتنوع مناخ المغرب بفعل تأتيالات عوامل محلية وبفعل موقعه حسب النطاقات المناخية إذن ما النطاقات المناخية الكبرى سنتعرف على النطاقات المناخية الكبرى وما خصائصها ثم ما موقع المغرب ضمنها وما تأثير ذلك على مناخه ما مظاهر التنوع المناخي بالمغرب وما أسبابه نعم إذن نبدأ بالنشاط الأول يقول أتعرف النطاقات المناخية وأهم خصائصها نعم أكبر الصورة توزيع النطاقات المناخية وفق التمثيل الكرة والأرض نعم هنا عدنا هذا هو خط للسيواء عدنا طبعا نطاق هنا بارد في القطب الشمالي هنا في قطب جنوي نطاق بارد ثم نطاق معتدل طبعا بين مدار السرطان والدارة القطوية الشمالية ثم نطاق حار بين مدار السرطان و مدار الجدي هذا هو مدار الجدي وهذا مدار السرطان وهذا خط للسيواء إذن عندنا هنا النطاق حار نطاق معتادل بين مدار الجدي والدائل القطبية الجنوبية نعم إذن النطاقات طبعا هي نطاق بارد نطاق معتادل نطاق حار ها هم نطاق بارد معتادل حار ومن خلال اسمها نطاق بارد يعني تميز ببرودة شديدة نطاق معتادل يعني يتميز بحرارة وبرودة طبعا معتادلتين حرارة معتادلة نطاق حار يتميز بارتفاع درجة الحرارة سنرى الإجابة هنا إذن نطاق معتادل نطاق بارد ونطاق حار نطاق حار معتادل وبارد هذنما نطاقات مناخية كبرى النطاق الحار يتميز بارتفاع درجة الحرارة نطاق معتادل يتميز باعتدال درجة الحرارة والبرودة أما النطاق بارد يتميز ببرودة شديدة تهنا لجينا تمتيل المسطح ها هم هنا عدنا هنا هذا مدار السرطان خطل السيواء الذي يقسم ويفصل القراءة الأرضية إلى نصفين ثم مدار الجدي هنا قالوا لنا يفصل أذكر دوائر العرض لا تحدوها لكننا عدنا الدائرة القطبية الجنوبية عدنا هذا المدار الجدي وعدنا طبعا هذا مدار السرطان ثم عدنا الدائرة القطبية الشمالية يفصل خطل السيواء وهذا نعم بين نصفين الأرض الشمالي الفقاني والجنوبي وقارنه بينما من حيث توزيع النطاقات المناخية إذن نصف الأرض الشمالي فيه نطاق بارد معتادل وطبعا ثاني حار وكذلك النصف الجنوبي عدنا نطاق حار معتادل جنوبي عندهم نفس طبعا النطاقات أبين في أي اتجاه تنخفض حرارة نطاقات في أي اتجاه تنخفض حرارة طبعا إذا تجهل نحو القطب الشمالي تنخفض الحرارة وإذا تجهل نحو القطب الجنوبي طبعا تنخفض الحرارة بينما المنطاقة التي تجهل بها خط السواء تكون لدينا حرارة مرتفعة جدا مهم بالنسبة للسؤال تنخفض حرارة النطاقات كلما تجهل نحو القطب الشمالي أو القطب الجنوبي أبين دور خط السواء والمدارين هذا المدار اللي هو الجدي ومدار السرطان والدائرتين القطبية الدائرة القطبية الشمالية والدائرة الجنوبية بالنسبة للتوزيع النطاقات فتعتبر هذه الخط السواء والمدارين والدائرة القطبيتين هي التي تحد طبعا النطاقات فمثلا النطاق المعتدد يحده الدائرة القطبية ومدار الجدي والنطاق الحار مدار الجدي ومدار السرطان والنطاق معتادين مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية كذلك نعم سنمر إلى الجهة الأخرى الوثيقة 2 توزيع نطاقة مناخية حسن ما يلاحظه على خارطة العالم بشكل هذه مستحيئة نعم هاختل السيواء قلناها مدار السرطان مدار الجدي إذن هذه نطاق بارد باللول الأزرق واللول الأخضر نطاق معتادل وأكثر هنا وضوح هنا نطاق بارد بالأزرق وهنا وردي نطاق حار أرصد النطاقات المناخية حسب أول خالطة هذي قلنا هذا الوردي حار نطاق حار الأخضر نطاق معتادل وأزرق نطاق بارد أبين إن كانت الحدود الفاصلة بينها منتظمة كما في الوثيقة 1 وأترف الأسباب من ما يأتي نقرأ هذه ستوضح لنا هل هناك حدود فاصلة منتظمة أم لا تتموج الحدود بين النطاقات المناخية على الخريطة بسبب عوامل مؤثرة مثل المحيطات وطياراتها والتداريس وارتفاعتها وباقي مظاهر العرض إذن من خلال هذا الناس تبين أن هناك عوامل مؤثرة تجعل الحدود فاصلة غير منتظمة هناك تموجاتها بسبب عوامل مؤثرة بحل محيطات وطياراتها والتداريس وارتفاعتها وباقي مظاهر سطح الأرض نعم نمر إلى نصف الأرض الشمالي والجنوب لهم نفس نطاقات نطاق حار معتادل كما تنخفض الحرارة في الاتجاه نحو القطب الجنوبي أو الشمالي دور خط السواء والمدار الدائرة بالنسبة لتوزيع النطاق نطاق بمثابة حدود للنطاقات إلى تحده ما شاف أثاني أحدد موقع المغرب بالنسبة لهذه النطاقات وتأثير ذلك على مناخه نعم هالمغرب هوا عنده نطاق معتادل ونطاق حار هنا مدار السرطان أما هنا خط السواء الذي يفصل الكرة إلى نصف الشمالي والتحت ما رسمه هنا هو النصف الجنوبي والمغرب ينتمي إلى النصف الشمالي من الكرة الأرضية وعنده نطاق نطاق حار ونطاق معتادل لاحظوا أرصد نطاقين مناخين ممثلين في الوثيقة هما نطاق معتادل ونطاق حار وكان يهمان نصف الشمالي أم جنوبي طبعا يهمان نصف الشمالي من الكرة أرضية ما دارها خط سواء يقسمها أو يفصل إلى نصفين هذا هو الشمالي الذي يجد في المغرب أحدد نطاقين يمتد فيهم المغرب النطاق المعتادل والنطاق الحار وأبرز ذلك على مناخ شمالي وجنوبه إذن النطاق المعتادل يعطينا مناخ متوسطي معتادل حرارة ارتفاع حرارة في الصيف وأمطار في الشيطة وهذا نطاق صحراء وارتفاع درجة الحرارة وتكون حدة درجة الحرارة هذا نطاق حار ونطاق معتادل ليس بسولة الأول ويهمان النصف الشامين كورا الرديل كل المغرب يقع في نصف الشمالي كما أن خط السواء لينايا يفصل الكورا الرديل إلى نصف الشمالي هو هذا والجنوب يرى مدرون النطاق إذن نطاقين يمتد فيهم المغرب نطاق حار ونطاق معتادل يعني كي أترى المناخ ديالو مناخ للشامل ديالو الصيف حار ووجي جاف وبفصل شتاء رطب يعني معتادل الحرارة والتساقطات النشاط الثاني هو النت هذا طبعا هنا قالوا لنا يتأثر مناخ المغرب بعناصر جغرافية طبعا أخرى أرص دمية الوثيقة جوج موقع المغرب بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط لاحظوا الخريطة هذه ها طبعا المغرب إذا هناك البحر الأبيض المتوسط وهنا المحيط الأطلنطي البحر الأبيض المتوسط وهو وهنا المحيط الأطلنطي نعم قالوا لنا وأحددوا تأثير كل منهم على مناخه فطبعا المحيط درجة الحرارة طبعا المحيط الأطلنطي فعلا ثم البحر الأبيض المتوسط كذلك تدرجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة تكتف تساقطات المحيط الأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط وارتفاع حدة الجفاف في الصحراء الكبرى سوف نرى إذا كان لدينا جواب هنا إذا ارتفاع حدة الحرارة في الصحراء الكبرى حدة الجفاف في الصحراء وتكتف تساقطات المحيط الأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط نعم هنا نقل الخريطة ثلاثة إلى دفتاري هذه الخريطة نقلها باسم الورق الشفاف أو تقنية المربعات أصفوا تنوع المناخ وأفسروا بموقعه بالنسبة للنطاقات المناخية وتأثيرات المحيط والبحر المتوسط والصحر الكبرى نعم إذا تنوع المناخ لاحظوا الخريطة توزيع المناخ بالمغرب المفتاح يقول أننا لدينا مناخ معتادي المتوسط هو هذا ثم مناخ جاف طبعا جهة الجنوب إذا مناخ جاف إذا تنوع لماذا لدينا هنا مناخ طبعا متوسطي لأنه جاف في النطاق المعتادل نرجعنا في النطاق المعتادل ودرجة في النطاق الحار نعم سنرى إجابة لدينا هذا مناخ معتادي المتوسط في الشمال ينتمي إلى نطاق معتادي ويتأثر طبعا بالمحيط والبحر أبيض المتوسط وهنا لدينا مناخ جاف ينتمي إلى نطاق حار ويتأثر كذلك بالصحراء الكبرى إذن هنا شنو عدنا يسمى المناخ المعتادل الممتد شمال غرب مغرب نعم ما هو شمال غرب مغرب شمال غرب مغرب بالمناخ المتوسطي أبيّن خصائصهم من حيث الحرارة والتساقطة حسب الفصول من خلال مبيان مدينة طانجة مثلا في النشاط الثالث إذا نظرت مبيان مدينة طانجة هذه هي مبيان مدينة طانجة لاحظوا يوجد المناخ المتوسطي لدينا أمطار غزيرة في هذه الشهور ثم ارتفاع درجة الحارة فقد وصلت تقريبا 40 درجة الحارة صيفا في هذا الفصل وهذه الشهور دي اليوليو إذن المناخ المتوسطي لكي يتميز هاي قتبنا هنا يتميز بصيف حار وجاف وبفصل شتاء طبعا ممطر ورطب نعم سنمر إلى أرصد التنوع المناخي بالمغرب وأفسره عبر خريطة تنوع مناخ المغرب عبر الفصول قلنا تنوع المناخ المغرب عندنا مناخ متوسطي طبعا معتدل ومناخ جاف هنا تعرفت أن مناخ المغرب تأثر من موقعي بالنسبة لنطاقات مناخية وبعناسي جغرافية بحيط المحيطة به ألاحظ الخريطة والمبيانات المحيطة فيها وأرصد تبايل الحرارة والتساقطات من خلال ما يأتي هاشا نجاوبه أرصد الأشهر جافة حيث تقل أو تنعدي متساقطات بالنسبة لهذه المدن بالنسبة لهذه المدينة لإفران وطنجة أرصد الأشهر جافة أرصد الأشهر جافة ولكن كيف أشعدنا أحدد الفصل الذي تمتد فيه أرصد الأشهر جافة بالنسبة للطنجة هالأشهر جافة هي طبعا يوليوز غوشت ها؟ شكرا بيهدو والأشهر جافة هنا يوليوز غوشت طبعا يونيو تقريبا شي بجافة أحسبوا طول الفترة الجافة حيث نحسب طول الفترة الجافة بعد الأشهر حيث منحنة الحرارة تجاوز أعميدة تساقطات عندما نعرف أشهر جافة لذلك يتجاوز أعميدة منحنة الحرارة الأحمر يتجاوز أعميدة تساقطات إذن من هنا تجاوز تلك هنا إذن هنا تشعر 1 جوج 3 أربعة إذن 4 أشهر عند الطنجة لماذا؟ لأن المنحنة الحرارة يتجاوز الأعمدة هنا فهذا الشهر اليونيو يوليو وزغش وشتنبي 4 أشهر وبالنسبة لإفران المنحنة الحرارة تجاوز 1 جوج 3 يونيو يوليو وزغش إذن 3 أشهر وأرصدوا طول فترة الرطبة فكاشة الرطبة يعني الأشهر حيث أشهر أعمدة تساقطت تتجاوز منحنة الحرارة هنا أي الأعمدة تتجاوز هذه المنحنة هنا 1 جوج 3 أربعة هنا تهد 5 ربقي المنحنة 5 وهنا 6 7 8 8 8 أشهر الرطبة لماذا؟ لأن الأعمدة تتجاوز منحنة الحرارة هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 أو باختصار هنا الجافة 1 جوج 3 4 إذا 12 نقيس 4 هي 8 8 أشهر الرطبة بالنسبة لهذه لدينا الأعمدة تتجاوز منحنة الحرارة 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 9 أشهر هي فترة الرطبة أو باختصار 1 جوج 3 إذا نعودها 12 نقيس 3 هي تسعد تسعة أشهر للفترة الرطبة نعم دابا الآن سنرى لاحظوا هذه الخريطة هي التنوع المناخ المغرب هنا تأثيرة بحرية رطبة وعتدال تأثير محيط الأطلانتي تأثير البحر الأبيض المتوسط هنا تأثير صحراء الكبرى جافاف بحرارة هنا تأثير الجنوب ثم هنا هنا الجبل هو خزان مياه بالتساقطات هنا تساقطات مهمة حيث التداريس من حيث التداريس هنا أكثر في الطهنج أكثر من 200 ممتر هنا بين 600 و 800 ممتر مهم جات الصورة هنا غير مضحة ولكن سنرى الأسئلة الموالية نقرأ بالنسبة للأغاية مثلا نلاحظ أن فترة الجفاف أو الفترة الجافاف طويلة بزافان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تمانية تمانية تلاحظوا أن المنحن الحرارة يتجاوز إذا في أغادير ثم في الداخل لاحظوا كلها جافة وهذا بفعل تأثيرات السحراء الكبرى جافاف وحرارة إذا المنطقة الجنوبية تعرفوا مناخا جافا وقارنوا بين الفترة الرطبة والفترة الجافة من حيث الأشطر بهذه المدن وأسجلوا مع الزنتجون إذا هذه المدن لاحظت الجنوبية أغادير نلاحظ أن الفترة الجافة أطول من الفترة الرطبة أما في الداخل فمنعدمة منعدمة الفترة الرطبة واستنتاج هو تأثير الصحراء الكبرى نعم